نحن اليوم أمام هذا التطور الجديد والمنتظر وهو تعيين مبروث أممي خاص بليبيا لو تعطينا فكرة عبدالعزيز أو نبذة عن هذه الشخصية وكيف تم اختيارها وأيضا من الواضح أنه لقى ترحيبا من المجلس الرئاسي ومن أطراف عدة يعني عبدالله دابيلي المسؤول أو الوزير السابق ببلاده السنغال في وقت سابق نتحدث عن أن هذا الدبلوماسي الأفريقي على وجه الخصوص طرح اسمه من عدة أطراف ليبيا خلال ربما أكثر من عامين أو ربما حتى قبل أن يقدم يان كوبش في وقت سابق المبعوث الأممي السابق استقالاته كان هناك عدة أطراف في ليبيا تصر على أن يكون المبعوث الأممي من الاتحاد الأفريقي خلال ربما أو بعد استقالة يان كوبش لم تستطع أو لم يكن هناك توافق في مجلس الأمن أي الدول الخمس دائمة العضوية على تعيين أمين أو تعيين ممثل خاص ورئيس للاتحاد أو رئيس لبعثة الاتحاد للأمم المتحدة لدى ليبيا مبعوث أممي بشكل دائم بسبب الخلافات بين الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن وعلى هذا الأساس كان هناك دائما اعتراض من كل من روسيا وكذلك من الصين وتأكيد المستمر على المستوى الغربي على أن يكون الممثل للأمم المتحدة لدى ليبيا هي من الدول الأوروبية بشكل خاص أو بعض الدول كذلك العربية ولكن ربما الإصرار في وقت سابق من عدة أطراف وكذلك حالة التوافق من الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك حتى على مستوى المملكة المتحدة وإرضاء الاتحاد الفيقي تم ترشيح وقبول ترشح بشكل مباشر ورسمي كذلك نتحدث عن عبدالله ديبالي الآن كممثل للأمين العام للأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا كعاشر مبعوث للأمم المتحدة ربما ما سيعمل عليه الآن المبعوث الجديد هو بحيث التوافقات أو ما يتم الآن تسويته في كل من أنقرة وكذلك سيجري خلال الأيام القليلة القادمة في القاهرة وجود كل من عبدالحميد ديبا وكذلك فتح باشاغة والاتصالات المكثفة على مستوى الأمريكية والعديد من كذلك الدول الأوروبية وحتى العربية وذلك من أجل التسوية وربما الاتفاق على خريطة طريق نحو إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الترقب الآن والسؤال من أين سيبدأ الآن المبعوث الأممي الجديد أي من هذو انتهت في وقت سابق ستيفاني وليامس حديثا عن لجنة الحوار الأربعة والسبعين في وقت سابق أم سيذهب الآن للاجتماع مرة أخرى مع مجلسين واب الأعلى للدولة الوصولة التسوية حول النقاط الخلافية بشأن القاعدة الدستورية وكذلك العمل الآن حدث نوع من التوافق ما بين الجسمين التنفيذيين حكومة فتح باشاغة وحكومة عبد الحميد ديبا وإن كان هناك بعض الأطراف تتحدث عن حكومة ثالثة يفي صدى أن تتشكل خلال أيام ربما الأسابيع القليلة القادمة هناك حتى من بدأ يضرح بعض الأسماء والشخصيات لتولي هذه الحكومة وإن كان فتح باشاغة حتى هذه اللحظة وربما من خلال مباركاته الأخيرة التي صدر قبل حوال ساعة من الآن بالشأن تكليف عبدالله ديبالي كمبعوث للأمم المتحدة يتحدث في هذا البيان كما جاء على أنه يؤيد ويدعم ويبارك عبدالله ديبالي وكذلك الحلول الممكنة على الأرض حتى يمكن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وكذلك ما يخدم هذه الغاية أيضا عبد الحميد دبيبة وفي بيان صدر عن حكومة الوحدة الوطنية متاهية الولاية باركة الآن أخيرا تولي عبدالله ديبالي لرئاسة البعثة الأممية لدى ليبيا بعد أن عارض المبعوث وممثل حكومة الوحدة الوطنية لدى الأمم المتحدة الطهر الصني أن تولى عبدالله ديبالي هذه المهام وكذلك يتحدث عن المجلس الرئاسي ومباركته الحديث الآن بشكل كبير حول التوافق بين مجلسين وابولا علالية الدولة تحديد أجال وتواريخ محددة لإجراء الانتخابات المتزامنة الرئاسية والبرلمانية وكذلك مسألة التهدية على الأرض وأن لا يكون هناك أي تصعيد عسكري على الأرض لسيما في العاصمة طرابلس كما ذكر ريتشارد نورلاند سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا في اتصاله وحديثه مع فتحي باشاغا من تركيا